وفي المكسيك يحبس المهاجرون أنفاسهم قبل ساعات من انتخاباته الأمريكية خوفاً من عمليات الترحيل الجماعية كما تتزايد التخوفاته من تغير التعامل من الولايات المتحدة الأمريكية مع طلبات اللجوء والهجرة حال وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هناك مخاوف مخاوف خطيرة للغاية بشأن الحد من الوصول إلى اللجوء وممارسة المزيد من الضغط على مساحة اللجوء وعملية اللجوء حيث سيستخدم الأشخاص من غير طالب اللجوء نفس القنوات وهذا يعني أنك تخلق فقط تراكماً أكبر وعدداً أكبر من الأشخاص إنه أمر مثير للقلق الفرصة يمكن أن تختفي فجأة إنه أمل إنه باب يمكن أن يغلق لذلك لا نعرف حقاً لا أعرف الكثير عن السياسة ولكي أقول من أريد أن يفوز فأنا لا أعرف الكثير عن السياسة لا أعرف أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يفوز الأفضل ترامب يتحدث بالكثير من العنصرية وعن الترحيل الجماعي وترحيل الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة ويريد أيضاً إزالة طلب استمارة اللجوء الرقمية نحن خائفون وإنه يتحدث بالكثير من المتحدة موسيقى